تعزيزا لدور العراق الكبير بالتقريب بين طهران ورياضة زيارة مكوكية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت محطتها الأولى جدة في السعودية ولقاءه بن سلمان وختمها بوصوله إلى إيران ولقاءه القيادات الإيرانية ثاني رسميتان مفاجئتان أجرهما رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية وإيران لتقريب وجهات النظر بين الخصوم وفتح أفاق جديدة يأتي ذلك بعد استضافة بغداد لأكثر من خمس جولات من اللقاءات بين ممثلي الرياض وطهران لتهديئة الأوضاع في المنطقة وعقد الكاظمي بعد وصوله طهران قادما من السعودية اجتماعات متتالية مع القيادات الإيرانية والتي أجرى مثلها في السعودية جرى التأكيد خلالها على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة والدفع بجهود التهديئة والحوارات البناءة إلى الأمام فضلاً أن تدعيم التكامل الاقتصادي والتعاون البيني بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة ويقوي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات العالمية الحالية ويترأس الكاظمي وفد الرفيع المستوى عقلال زيارته المكوكية والتي تات لمناقشة ملفات عديدة وشائكة في مقدمتها العلاقات الدبلوماسية بين الرياضي وطهران وكشفت مصادر مطالعة للرابعة عن حمل رئيس مجلس الوزراء مبادرة جديدة تهدف إلى استئناف المحادثات بين الرياضي وطهران على مستويات وزراء الخارجية في مسعى لفتح أفاق جديدة من شأنها إعادة تنشيط الحوار بوسطة بغداد بين السعودية وإيران وفي غضون سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أخذت بغداد تلعب دورا إقليميا بارزا في تقريب وجهات النظر بين الخصوم الإقليميين بجهود استثنائية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى القادمي والذي من المقرر أن يشارك في قمة مشتركة وتعقد في جدة الشهر المقبل سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتتحول بغداد شيئا فشيئا من ساحة للصراعات الدولية والخلافات الإقليمية إلى نقطة التقاء لفرقاء المنطقة ودول العالم ترجمة نانسي قنقر